موسيقى الرئيس عبدالفتح السيسي يتجع المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة في مصر موسيقى رئيس الوزراء يواجه الشكر لرئيس السيسي على اشاداته بالحكومة في مواجهة ازمة بيروس كورونا موسيقى الحكومة تنفي صدور قرار باغلاق كافة المساجد تحسبا للموجهة الثانية لفيروس كورونا موسيقى مجزول الام واخر الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم اجتمع الرئيس عبدالفتح السيسي امس مع رئيسي مجلس دارة شركة جريفولز الاسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع السيد ريمون جريفولز والسيد فيكتور جريفولز رئيسي مجلس ادارة شركة جريفولز الاسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب هائدين زايدان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والدكتور تامر عاصم نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء واللواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء طبيب مصطفى ابو حطب مدير المركز الطبي العالمي واللواء طبيب مجدي امين مدير ادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر والذي سيتم بالشراكة مع شركة جريفولز الاسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بضغط الجدول التنفيذي للمشروع الذي يمثل اضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين وذلك بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما في مصر وان يتم وفق اعلى المواصفات القياسية العالمية فضلا عن نقل خبرة الشركة فيما يتعلق بادارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما بدءا من مرحلة تجميعها وحتى الانتاج بما يساهم في امتلاك القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود مباشر على الصحة وسلامة المواطنين كما وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في انشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر وعضاء آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الاداء بالتعاون مع الشركة الاسبانية مؤكدا سيادته الاولوية المتقدمة التي يمثلها هذا المشروع على مستوى الدولة من جانبهم اعرب مسؤول شركة جريفولزا الاسبانية عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس والترحيب بالتعاون مع مصر في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وبنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتطوير المراكز البحثية في هذا المجال وذلك على خلفية الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها مصر فيما يتعلق بالمشروعات القومية التي تتم بالتعاون مع الشركاء الاجانب والتي يتم انجازها في ازمنة قياسية وبكفاءة عالية نتيجة الاهتمام والمتابعة الشخصية من قبل السيد الرئيس ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس والوزراء صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة وقال دكتور مصطفى مدبولي شرفنا بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للحكومة وإشادته بجهودها في مواجهة أزمة فيروس كورونا والتدعيات الاقتصادية المترتبة عليها ومجددا العهد بأن واصل الحكومة بذ أقصى جهودها خلال الاجتماع أثنى رئيس والوزراء على قيام صندوق تحيى مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرى خلال الفعالية التي تم إطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي سياق آخر أشار مدبولي إلى أنه تم التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات لمحافظة الإسكندرية بتكلفة مليار جنيها سيتم البدء فيها بشكل جزئي على الفور بقيمة 300 مليون جنيه وذلك لما تشهده البلاد حاليا من تغيرات مناخية وكميات الأمطار المتزايدة على عدد من المحافظات الساحلية ووجه مدبولي الشكر لجميع العاملين بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي على ما يبدلونه من جهود لمواجهة وتعاملهم الفورية مع أي تدعيات تتعلق بالتغيرات في حالات الطقس نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدود قرار بأغلاق كافة المساجد تحسما للموجة الثانية لفيروس كورونا ومن جانبها نفت وزارة الأوقاف تلك الأنباء مشددة على أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال ساريا دون تغيير وتحت إشراف مدريات الأوقاف بكل محافظة مشيرة إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية ترأست وزيرة التضامن نيفين القبج الاجتماع الأولى للجنة الوزرية والتي شكلت بقرار من رئيس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة والمالية والصحة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعية يأتي ذلك في إطار التكلفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وأكدت الوزيرة أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات وأضفت الوزيرة أن هناك تكليفا بتشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامك تكافل وكرمة أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق فقد أوضحت القباج أنها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى ثلاثة أطفال أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 122 متعافر من فيروس كورونا من المستشفيات لأرتفع إجمالي والمتعافر من الفيروس إلى 102103 حالات وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معملية للفيروس كما لفتت الوزارة إلى وفاته 13 حالة جديدة كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة تلفزيوني النهار دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر